عادات وطقوس غريبة تتميز بها بعض الدول حول العالم والتي تحمل رسائل ودلالات معينة بالنسبة لهم مهرجان التراشق بالطماطم أحد هذه الطقوس الملفتة والغريبة والذي يقام سنويا في شهر آب وينتظره الإسبانيون بلهفة حيث لقيت معركة الطماطم الإسبانية شهرة واسعة على الصعيد العالمي الأمر الذي دفع بعض المدن لتنظيم مهرجان مماثل لها كالولايات المتحدة وأستراليا والصين في هذا المهرجان يستعمل المشاركون مئة طن وأكثر من الطماطم ويقومون برشق بعضهم مدة ساعة ويستمر مدة أسبوع ويتضمن المهرجان الموسيقى والعروض والألعاب النارية وفي الليلة التي تسبق المهرجان يطبخ المشاركون البايلة كطبق رئيسي ومشهور في إسبانيا ومن تقاليد المهرجان أيضا ارتداء النساء ملابس بيضاء وعدم ارتداء الرجال أيتي قمصان بدأ الاحتفال بهذا المهرجان بشكل عفوي عام 1945 حين نشبت اشتباكات عشوائية بين قرويين إسبان نشأ على إثرها هذا المهرجان ولم يعترف به كمهرجان رسمي محلي حتى عام 1952 ويحتفل الإسبان بهذا المهرجان السنوي وسط تعزيزات أمنية ويتم تحميل الطماطم في شاحنات تعبر شوارع المدينة وسط الحشود الضخمة ويقوم أصحاب المنازل والمحلات بتقطية واجهات المنازل والمتاجر لحمايتها من حبات الطماطم المترامية في كل مكان ترجمة نانسي قنقر